أمطار وأجواء شتوية مفاجأة بشأن حالة التقس خلال شهر رمضان المبارك كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية حيث سيشهد شهر رمضان تقلبات في الحالة الجوية بين تقس حار وتقس شديد البرودة فما هي التفاصيل حالة التقس اليوم وخلال شهر رمضان المبارك وما هي أهم ظاهر الجوية التي تشهدها البلاد وتم تحذير المواطنين منها هذا ما سنوضحه الآن لحضرتكم من خلال تغطياتنا الجوية كما سنستعرض معكم أيضا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة تشهد حالة التقس اعتبارا من اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن التقس خلال هذا الأسبوع يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية أما خلال ساعات الليل يظل التقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء والمفاجئ في بيان حالة التقس هو أن الأرصاد الجوية أكدت أنه اعتبارا من بداية الأسبوع القادم تحديدا بدءا من يوم السبت يعود التقس للانخفاض من جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك موجة أمطار متفوتة الشدة بمناطق متفرقة يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اعتبارا من اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود تقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على محافظات القاهرة الكبرى لتسجل في ثاني أيام شهر رمضان 24 إلى 25 درجة مئوية بزيادة 5 درجات في المعدلات الطبيعية لدرجة الحرارة في هذا التوقيت من العام ولذلك نشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال شهر رمضان وعدم تخفيف الملابس نهائيا لأنه ما زال التقس متقلبا حتى نهاية شهر إبريل المقبلة أما بالنسبة لضواهر الجوية المؤثرة في حالة التقس خلال هذا الأسبوع فسيكون هناك استمرارا لنشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد كما يشهد التقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وسيكون نشاط الرياح اليوم على محافظات الصعيد خاصة الجنوب الأقصر وأسوان وقنى وسهاج وأسيوت وأيضا شمال الصعيد في الفيوم وبني سويف والمينيا والقاهرة الكبرى وجنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة كما تتعرض مدن محافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 20% ومن جانبها أكدت دكتورة منرغانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال هذه الفترة هناك نسبة رياح شديدة على بعض المناطق ومتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة وحذرت دكتورة منرغانم المواطنين من الانخداع في سطوع الشمس خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة المؤقت مؤكدا تغير حالة الجو بمجرد غياب الشمس لنشهد تقص شديد البرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر على كافة الأنحاء ولذلك نصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية عند المغادرة من المنزل أثناء ساعات الليلة المتأخرة وحتى الصباح الباكر كما نصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمنعة الأمهات خلال تصريحات له بعد بعدة إجراءات احترازية عند اختلاف درجات الحرارة التي تؤثر على مناعة الأطفال وتجعل الإصابة بالأمراض أمر سهل وقال إنه يجب عدم الخروج خلال تضارب درجات الحرارة كما يجب الاعتماد على الأنظمة الغذائية الصحية مع تناول المشروبات التي تحافظ على الصحة ومن الضروري تناول المياه والسوائل الحفاظ على درجة حرارة الجسم كما نصح أيضا بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دكتورة مانار غانم أن ذروة الارتفاعات في درجة الحرارة ستكون يومي الاثنين وثلاثاء المقبلين لافتة إلى أن يوم ثلاثاء والأربعاء ترتفع درجة الحرارة إلى 28 و29 درجة مئوية خلال فترة النهار مع يوم الخميس تنقفض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية مشيرة إلى أن هذه الأجواء أشبه إلى الأجواء الربيعية في فترة النهار وحضرت مانار غانم أيضا أن درجات الحرارة خلال فترات الليلة تنقفض لتسجل 12 و13 إلى 15 درجة مئوية والآن مشاهدين دعونا نوضح لحضرتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال حالة التقس هذا الأسبوع وحتى يوم الجمعة المقبلة القاهرة الكبرى والوجب البحرية تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة مئوية جنوب سيناء تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة مئوية جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة مئوية في النهاية مشاهدين ننوه أن فصل الشتاء يبدأ كل عام في 22 ديسمبر وينتهي بحلول يوم 20 من مارس لتكون بداية فصل الربيع يوم 21 من مارس لذلك يتبقى أيام قليلة تفصلنا عن شهر الربيع والذي يتميز باعتدال التقس ويكون خلال التقس بين الحار والبرد مع وجود قطرات ندى صباحية مع أمطار متفوتة الشدة على مدار اليوم ويزيد وقت النهار ويقصر وقت البيت مشاهدينا كل عام وأنتم بخير وبهذا نكون وصلنا لنهاية تقسياتنا الجوية بنشكر حضرتكم على حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري شكرا لكم كانت معكم ماريون كمان شكرا لكم وإلى اللقاء